دكتور راشد أن يكون هذا اللقاء مثمر ورسالة واضحة لأبناء الدائرة الثانية بما لا يوجد في مجال مجامل إن شاء الله أكيد دكتور يعني في البداية شفت الأجوال الانتخابية شون شفت هذه الأجوال يعني عشناها الآن تقريبا يعني تقريبا أكثر من 20 يوم الآن أو 20 يوم يعني ما شاء الله يعني فيه تحرك كبير شفت الأجوال فيه الإشاعات فيه شراء الأصوات شون شفت هذه الأجوال والله شوف الأجوال بما الآن الحمد لله عندنا في الدائرة الثانية وكذلك في الكويت كلها يعني فيه مسار الأصلاح يعني واضح فيه توجه وفيه توجه طيب للمصلحين نعم فيه من كل الدواعر هذه بشارة خير وإنهم وكذلك ولذلك التغيير ممكن يكون ترى صدمة يعني ممكن يكون يتجاوز 60% التغيير للسنة هذه بالعكس مو صدمة متوقع لا لا يقصد أن صدمة حق بعض من هو يتوقع أن ينجح نعم في ناس يعني كانوا في خيار عندهم أننا والله هل نمشي على طريق المعاملات ونمشي على طريق الحكومة التي تبقى الحكومة وتفتح لنا مجال لما تريدها لما يريدها الناخبين نشتري ولاء الناس نشتري ولاء الناس ببعض المعاملات Somehow اليوم بعض الناس اشترى ولاء الناس بمعاملات في السابق كانوا يستخدمون قضية ضابط من العائلة فلانية وضابط مع عائلة فلانية هذا الحمد لله سكر كذلك كانوا يستخدمون جانب آخر وهي علاج في الخارج كانوا يستغلون حاجة الناس حاجة الإنسان بعض الناس يكون مريض سرطان مستحق مئة بالمئة أن يروح وهو مستحق بدون الله يلجأ للنار يجمع لعائلة معينة في أوقات هذه قبل كانوا يسمون فلان ما نسمي أسامي فلان يقولون له هذا معروف بأنه سوبر في علاج في الخارج لكن اليوم الحمد لله الدولة بمنهج الإصلاحي الموجود تغير مثل هذا الوضع فصار الناخبين عندهم وعي اليوم ما في شيء اسمه للمعاملة حقك بتاخذه تاخذه بيدك وبذراعك والدولة تستطيع أن تجلبك مثل هذا الحق قضية الثانية هي قضية شراء الصوت للأسف لا زال فيه صارت عندكم في الدائرة الثانية وهذا أنا أقولها تو تم الغبض على مجموعة ولذلك أقول حق من يحاول أن هم شي يسوون أبو حمد يعني يجون عند الناس بعضهم يجي عند الناس تضيعه بعضهم يجي عند الناس المرضى المريضين في قضية كما قال القائل يا جامع المالي يا جامع المالي والدهر يرمقه مفكراً أي باباً منه يغلقه نعم يا جامع المالي فكر هالجماعة له أياماً تفرقه مشكلة بعض الناس من كثر ما هو طبيعته هو عايش على بيع الأصوات من زمان وبيع الدمام فهم صنفين صنف حاجات طبعاً ما يجوز لك أنك تأخذ في مثل هذا الوقت من هذا النائب ولا يجوز للنائب أن يعطي في مثل هذا الوقت ليش؟ لأن هذه رشوة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الله الراش والمرتشي والراش بينهم نحن نقول أعطيكم معلومة الدائرة الثانية ما هي للبيل الدائرة الثانية خوشك طلعت أكفاء وناس فضلاء في مثل هذه الدائرة البعض يعتقد بأنه والله بفلوس يأجي أشتري يعني مجموعة معينة من الناس وأنجح لحنا هذا في الدائرة الثانية ما رح يكون نعم أنت اليوم عندك الشرفاء لن تأخذ صوت أحد إلا بقناعة إذا أخذت بغير القناعة فأعلم أنك أخذت حتات الناس وسقط الناس ويسمونها المتاع الساقط من الناس الناس الخيرة الفاضلة فوالله ما تأخذهم إلا عن قناعة ولن تأخذ إلا مثل هذه الفيحة لذلك أنا نقول قضية شراء الأصوات هي قضية أكالون للسحط الله جاء ليقول هذا ترى السحط هدايا الحمال غلول صحيح لا تقول والله لا بعضهم أخذ فتوة بعض المشايخ بأنك تروح تدفع عشر دناني وخلاص لا لا أنا أقولها من هذا المكان من أخذ فهو ملعون ومن دفع فهو ملعون ومن كان بينهم وفهو ملعون الوسيط هناك ناس وسطا بينهم صحيح بأي أسلوب اليوم حاجات الناس يتلمسون مثل ما قلنا والله فلان عنده أمر فلاني قال والله هذا مبلغ وقدره تفضل هذه من النائب فلان وهذه من والحمد لله وزير الداخلية اتزال الله خير اليوم لما مسك مثل هذه الحالات ونقول يا ويكم أنا أقول حق ذول الشرايين صحيح البياعي مسألة تطبيق الغانون حازمة ولذلك ما في مجال وهذا يجعل الانتخابات نزيهة تراح يخافون صحيح اليوم تحويلات للنيابة وامور كثيرة رأي يصير في خوف شديد اليوم أنت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن قبل في بعض الفترات اللي فاتت كان بعض من هم متنفذين في الدولة يغطون على مثل هذه النوعيات من هؤلاء الناخ من هؤلاء الشراية لذمن من الناس فالكويت ما هي للبيت والدائرة الثانية ما هي للبيت نعم وواضحة وانت مثل ما تفضلت اليوم هناك كلنا نشعر أن هناك توجه إصلاحي في اختيار الأصلح والأنسب لمصلحة هذا الوطن دكتور اليوم يعني نحن نقول كونك من مرشحين السلف المستقلين اليوم في حديث عندنا وقبل شوي كان معاي سيد فاخر يعني اليوم أنا في هذا الموضوع يعني موضوع علاقاتهم ساخر يعني عندي بما عنا موضوع خلضجة كبيرة وهي قضية وثيقة قيم رأيك في هذه الوثيقة واشتون تشوف بنود هذه الوثيقة شوف حنا كبروا الموضوع أكثر من الناس وانا أتكلمت حتى بعض الإبراليين في بعض الدوامي المنطقة ويتواجههم ايو والله واجهتهم وانا ما لقاء العسامي ناس معروفة جدا وصار بيني بينهم نقاشي قلت انتو شو عندكم مشكلة في وثيقة قيم عندك مشكلة في أي في وثائق كثيرة جاءت للكويت كانوا في من ضمن الوثائق وثيقة قانون العفو وكلهم أقعوا عليه قلت انتو الآن سبحان الله تقعون على وثائق العفو وغيرها من الوثائق اللي هي مهمة ايه واليوم عندنا أيضا عزاهم الله خير وثيقة الشعب الكويت اللي يحطوها في الكويت ويبعض الأخوة ما في مانا طيب أنا عندي أمر معي الذي يقيم قلت لهم حتى هم استانسوا قلت يا أخي غيرها موثيقة قيمة سمها قانون الذوق العام اقرار قانون اسمه قانون الذوق العام طبعا يقول لك ترى في عندنا شيء اسم العام العام لا لا هذا نبي قانون يعاقب على من يخالف يعاقب معاقبة على من يخالف الذوق العام ليش ما تسوي تشدي النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في حديث قال البزاق في المسجد خطيئة من وفينا يرضى مثلا البزاق في الأماكن العامة انت ما تشوف هذا مواقع عندنا الآن موجود ولا موجود موجود طيب هل هذا صح ولا غلط خلط فلذلك انتوا لا تكبروا الموضوع اكثر باعتقدك ليش هذا الانقسام اللي صار ما بين مؤيد ومعارف هو 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 الليبراليين اه عد الشيء نحن اسلاميين و الليبراليين دكتور الليبراليين ما عندهم سووا شوفهم سووا في سنة من السنوات سووا وثيقة ب الغاء قانون الاختلاط انا أقول إذا عندكم الشجاعة طلعون طلعون لكم ممثلين في الأمة انهم يغيرون عبد السعنبارك احنا بلد قانون لكن ما عندكم الشجاعة ما عندكم الشجاعة ما يطلع لكم الشعب الكويتي يبقى شعب اسلامي و كذلك يبقى الناس المحافظين انت تبي تخليها يعني انت وقعت يوم من الأيام على وثيقة بإلغاء قانون الاختلاط و مع ذلك ما حد قالك لا ما حد قالك لا رأيك رأيك كيف إذن لا تحجر علي رأيك هذا رأيي أنا رأيي أشوف هذه الوثيقة مناسبة مناسبة أنت تشوفها غير مناسبة رأيك هذا واحد أنا أشوف من التعديل أنا أقول لك الوثيقة موح تحتاج إلى شيء من التعديل صح تحتاج تحتاج اسمها سمها يا أخي شير وثيقة القيم وسمها قانون الذوق العام أنا أقول ما أعتقد فيه أحد يخالف بس هم من يشطي صالفة الاختلاط من يشطي صالفة الحشمة كأنك بقت على ناقوس الخطر عنده يقول لك لا يعني شنو أنا ما لأ واحد منهم نحن نتناقش قال يبقى أنا لبرالي و توني طالعوا المسجد كتيرا أنت مو اللبرالي مية مية كالي شلون قلت أنت اللبرالي اللبرالي هو يفصل الدين على الدولة و كذلك في الغالب تجدهم عندهم سلاخ من قضايا الدين اللبرالي أقصد أصل اللبرالية بس لا اللبرالية اللي عندنا بالكويت الحمد لله يصلي زينين زينين وحبيبين يا دكتور راشد لا تزعلهم دكتور أنا أقول أنا أقول زينين وحبيبين ممشي بس أنت مدامك تصلي في المسجد وتسمع قول الله عز وجل بس يعتقد يعتقد أنتم المطاوع اسمح لي في هذه الكلمة دكتور راشد أنكم تبضي يعني تضيقون على الحريات وتغيدون الحريات يبال الله سبحانه وتعالى اللي أمر أمر الاحتشام مو أنا أنت ليش تعتقد أن راشد حمدان ولا محمد هايف ولا بعض من هم ولا عبد الرحمن النصار ولا غيره تعتقد أنهم هم اللي أمروا بالاحتشام يبالي أنا ما أمر باحتشام اللي أمر باحتشام الله سبحانه وتعالى نعم أمر بهذا أنت شي اللي مزألك بس دكتور رحنا بالنهاية يحكمنا دستور وقانون ما عندي مشكلة من يريد أن يغير أي شيء يروح للقانون يروح للقانون لذلك طلعوا أنا أقولها اللي أقولها لهم وكم مرة أقولها لهم يا أخي خلوا عندكم رتبوا نفسكم أنتم بتشتتين رتبوا نفسكم طلعوا لكم أعضاء يغيروا مثل هذه القواني نعم ما تستطيعون لأن في الدوائر الكويت كلها النسب الإسلاميين والمحافظين نسب ما لا شيء تكتك انتخاب لا 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 يموت لا 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 ما تكتك هل هي مغياس لا لا مقياس مغياس برأيك أنا برأيك أنا جامعة الكويت جامعة الكويت إيش ما ينجح فيها إلا الإتلافية والإتحاد الإسلامي لماذا لا ينجح فيها محاول أو سنوات سنوات نحنا في الجامعة ولكن يقول منظمين أكثر لا والله الشعب ما يبيكم لقد لازم نقولها لكم يبوا الشعب ما يبيكم والله ما يبيكم يعني غصب لذلك حنا نقول يا أخي ذا الشعب ما يبيكم وحدل صفوفك شوية غير اسمك بول إبرالي يسوي نفسك اسم ثاني مثل ما حنا نقول لذلك من الخطأ بمكان أن مثل هذه تصير شنو عندكم هي سمتوها وثيقة داعشية وسموها وثيقة وثيقة غندهار غندهار وسموها هذا كلها مستهلة قلت لك أنا أغيرها عشان بس عشان أنت تجاوز هذا الموضوع خلنا نتكلم أيضا دكتور راشد في موضوع الحركات والتيارات الإسلامية والإبرالية تشوف لها قوة يعني في سير العملية الانتخابية وغد تدعم مرشحين وتنجح مرشحين والله في 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 لهم قوة وعندهم بعض يعني بس ممكن بس قبل هذا السؤال أنت كنت منضم لحركة أو تيار سياسي أبدا أنا منضم لحركة هو لتيار سياسي أنا إسلامي مستقل ولذلك ما أتبع لي تيار معين ليش؟ أنت واحد يقول لي ليش؟ لأن في حقيقة التيارات في الغالب لها أجندة معينة ولها أمور معينة وتجبر بعض أعضائها على المشي على مثل هذا القرار وحنا شفنا كثير من الحركات وغيرها قبل أن يسوت في قضية استجواب أو غيرها لازم يرجع إلى الحركة التي تبعها ولذلك وإذا خالفهم قد يحدث فراغ وتصادم فيما بينهم ولذلك أنا ما أنا رجل اليوم صوت الواحد ولذلك أنت ماشي ممكن يدعمونك الأصلاحيين ممكن يدعمونك بعض الحركات تدعمك دعم ماشي بس أنه لن أكون تبع لأحد أنا مستقل وأتبع كل ما هو موافق والدستور وموافق التيارات الإسلامية والإبرالية هل بإمكانها أنها تصل يعني لمرشحين في حضوظ النجاح؟ ممكن موجود عندهم دعم ممكن عندهم دعم وممكن يصلون وبعضهم يعني مرتبين مرتب منظمين وبعضهم غير منظم بسراحة بعضهم غير منظم نعم دعنا نتكلم عن برنامجك الانتخابي وما أنك أنت دكتور في الجامعة دكتور راشد يعني نحن نتحدث عن نقول العملية التعليمية والتعليم في الكويت وأنا أعتقد أي تنمية اليوم تبدأ من التعليم اليوم هي التي تظهر لك دكتور تنمية البشر من خلال التعليم وجودة التعليم منظورك للمنظومة التعليمية شوف السادة وحمد والأخور المشاهدين التعليم في الكويت نحن عندنا جامعة واحدة حكومية جامعة واحدة حكومية والجامعة الثانية اسمها جامعة عبدالله السالم اللي الآن مسكتها الدكتورة الموضي الحمود ولا زالت في قيد الإنشاء نحن لو طالب في سنة 2017 قبل تقريبا ما يقالب سبع تلاف كويتي طالب سبع تلاف كويتي طالب وطالبة في جامعة الكويت لما جينا في لما انتقلوا إلى الشدادية المفروض كم يعني المفروض مباني أكبر فالمفروض يصير أكثر فصال القبول ثمان تلاف وشوي أو ثمان تلاف ومتين حن نقول المفروض بما أن ننتقل هذه النقلة النوعية يكون العدد أكثر طبعا يقول لك ما عندنا قدرة يقولك لهيئة تدريسية هيئة تدريسية عندنا مشاكل لذلك حن نقول أنت اليوم عندك سبحان الله هيئة تدريسية أكلمك على التعليم عموما في الجامعات الخاصة موجودة هيئات تدريسية وقاعد يجبون من بره وقاعد يتحركون وقاعد يشتغلون بل قاعد يحطون تخصصات نادرة تخصصات نادرة مثل يعني تخصص الأمن السبراني ترى موجود يعني في الكويت مو موجود لا مو موجود موجود عندهم شلون ولذلك حن نقول هذا لابد أن يعاد من جيب اللجنة التعليمية إذا الله سبحانه وتعالى وفق يكون لابد من يعادة مثل هذه الأمور هذا القضية خضية الثانية الآن بعطيها نعطيها البلعط هو قضية الآن الطب في الكويت كم يقبل تقريبا 160 أو أقل من ذلك يقبلون اللي عنده 100% جايب من المدارس الخاصة وهم فئة معينة خذوا مقاعد الطب كلها وخذوا مقاعد الطب المساعد كلها وخذوا مقاعد الصيدة لكلها والناس اللي جايبين 95% ليش طبعا لأن هذول يعطون نظام درجات هي نظام بعدلات فالي جايب 95% يعطوني أي يعني 100% فخذوا المقاعد كلها طيب سألتنا نتلاقش مع الشراء بالقضية قالوا لأن هذا ما تفوق بالقدرات اللي جايب 95% ولذلك من نقدر ندخل لجامعة الكويت طيب أنت قاعد تجيب من الدول العربية من هو مقبول مقبول تحطه في مستشفى الأميري وتحطه في مستشفى هو جايب من جامعتها مقبول وتحطه عندكم كوادر طبية وصيدلانيين موجودين في الصيدلة وهو مقبول طيب الأولى المواطن هذا أنتم الآن درسوهم وعلموهم علموهم صحيح ولذلك كوادر عندنا كويتين أهم سيكون من باب رأيهم أن المحافظة على جودة المخرجات وغيرها في جامعة الكويت ماشي لكن للأسف نشوف نتائج جامعة الكويت في تراجع في التصنيف العالم ماشي التصنيف لها أمر آخر لكن القضية اليوم أنت عندك أنت اليوم عندك الأطباء والطبيبات اللي قاعدين يخرجون من جامعات مثل الجامعة الأردنية مثل جامعات شوف شوف كم الأطباء هذول طيب هذول خلصوا هذول لو كانوا في الكويت مكانوا أفضل أفضل صحيح وأوفر للدولة وأفضل للدولة وأحسن وأقوى وتعلمهم بشكل سريع في موضوع المنظمة التعليمية هل يوجد شيء تبطيفها دكتور؟ لا لا هو لابد من الإسراع في قضية القبول وكذلك قضية جامعة عبدالله السالم الجديدة نعم اللي هي جامعة السالم الجامعة القديمة لكن المباني القديمة تشكل اسمها جامعة عبدالله السالم لا بد من الإسراع فيها حتى يقبلون عدد كبير يخلي التعليم داخل طيب الآن حتى في جامعة الكويت حطوا غير الكويتي يستطيع أن يدرس من حسابه طيب فيه كويتيين مفروض يجمعون بالدراسة والوظيفة أشياء الإشكالات خلي يدفع من حسابه صحيح هذا موضوع دوان الخدمة المدنية ولذلك لازم قضية التعليم كلما كان الشعب واعي أكثر كلما كانت التاجية للشعب أكثر نعم القطاع الصحي شلون تشوفه من الكويت والمنظومة الصحية بشكل عام والله شوف المنظومة الصحية هو جيدة لا شك بس الإشكال قلت لك أنا يجون الأخطاء الطبيعي الموجودة عندنا في الكويت مالها والي يعني ولذلك تجد خطأ طبي في فلان توفىها الله سبحانه وتعالى خطأ طبي في كذا طيب من يحاسب مثل هؤلاء تقولي والله يحالون للنيابة صح بس يمكن يديك طيارته ويمشي هل في قانون يمنع مثل هذه الأخطاء؟ هل في قانون يحاسب مثل هذه الأخطاء؟ أعتقد فيه قانون بس ما هو يعني شافي كامل لابد من تعديله لازم من تعديله ومراجعته ومراجعته حتى لا يكون باتر الخطأ تلو الخطأ تلو الخطأ واضحة دكتور راشد اليوم نتحدث في الكويت عن الفساد ومحاربة الفساد وهناك خطوات جادة من قبل الحكومة في محاربة الفساد ويعني الكل يشيد اليوم بدور الحكومة في هذا الموضوع وكلنا اليوم يمكن متفائلين في حكومة السمو الرئيس الشيخ أحمد النواف موضوع الفساد ومحاربة الفساد شو تقول على هذا الموضوع وما هو المطلوب في هذا الموضوع تحديدا وأيضا المجلس القادم ما هو المطلوب منه في هذا الموضوع أولا ما في شيء يسمى فساد قبل ونخليه ما في شيء الفساد لا يلغى بالتقادم ما في شيء يسمى والله رجل واحد فاسد عضو مجلس أمه بين انتباهة عيني ونقباضتها يغير الله من الحال إلى حاله هو يعتقد أن هذا في مجلس الأمة جاء دخل مجلس الأمة راتبه الفين وثلاثمائة دينار بعد شوية مطلع مجلس الأمة عندها عمارات ما تسير هذا هذا لابد أن يوقف تقول لي والله شلون لابد أن يشدد في قضية من عيني لك هذا نعم هذا الآن هيئة مكاملة يروحون لنزاهة ويقدمون ذم المالية بعض النوع هذا كلام يشوف الحنم اليوم اللي بتعامل مع القانون بهذه الطريقة ترى المخدرات يطلعون بصير خطأ في الإجراءات خطأ صحيح فهمت لهم فيها نكاو شطارة هذا شطارة ولذلك كان اليوم لما يجي لا لا أنت اليوم هو المفروض وزوجته ذم المالية يعني نقصد هو وزوجته وأقاربه وأولاده وإذا حسينا عن طريق البحث بتحايل حسينا بتحايل يعاقب أشد المواقبة نعم ما يصير أننا نترك الجمل شون هذا الرجل اللي تقول أنت يكتملك الله أنا ما عندي ما أملك إلا خمسين ألف ولا ستين ألف بعد فترة له رايح ما أخذ عمارة بقيمة مليونين شلون ومهو كاتب لك أنا ما عندي إلا خمسين ألف نعم صحيح فلابد من متابعة مثل هؤلاء أنا أقول البحث والتحري في قضية مكافحة الفساد حتى استرداد الأموال وغيرها من اللي سرقت في فترة سابقة يعني مو واحد مثلا يقول لك الحين بعضهم يقول والله فهد الرجال توفى الله سبحانه وتعالى قالوا والله خلاص تلغى القضية ما تلغى القضية هذه أموال تسترد ما في مجال نعم ما في مجال لأن أموال الكويت النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو قضي بم من أراك حينما يصبح الأموال العامة حرمتها أشد من حرمة الأموال الخاصة نعم ولذلك لابد أن تسترد مثل هذه الأموال نعم بأي طريقة كانت دكتور راشد ضبيت صوتك للأصوات باستغلالية الغضاء يعني كلمنا عن هذا الموضوع وهل تشوف الآن أصبح استحقاق في استغلالية الغضاء لا شك لابد أن يكون هناك استغلالية للقضاء حتى لا إداريا وماليا كله ولذلك حتى لا يزج بالقضاء بأشياء ما لها أي معنى يعني الآن لا نحن القضاء هي مؤسسة مثل هناك نحن عندنا ندرهات مؤسسات مؤسسة تشريعية مجلس الأموال مؤسسة كذلك التنفيذية هي الوزارة ومجلسة القضائية وهي مجلس القضاء والسلطة الرابعة لأعلام والسلطة الرابعة فلذلك قضية القضاء لابد أن يكون مستقل ليرجع يرجع للفقر الإسلام يشلون كانوا يعني أن كان عليم نبي طالب رضي الله أن يجلس في مجلس القضاء حال حال أي شخص آخر ليش لأن في مستقل القضاء له سلطة الخاصة فيه اليوم القاضي هو صاحب سلطة ولذلك الآن لا تدخل فيه وكذلك لابد مخاصمة القضاء في حال أي خضية في حال مو مخاصمة القاضي مخاصمة الأحكام الأحكام الموجودة فيه ولذلك أنا لما خاصم الحكم الموجود في القضاء هذا وقل يرجع إعادة النظر في هذا الحكم إيش الإشكال ما في إشكال صحيح ما نقول خلاص حكمك بعد ما في مجال أن يتراجع عنه لا في فرصة في فرصة ثانية وثالثة ورابعة ممكن يكون أنت خطأ بشر حين قلنا مرة سليمان وداود عليهم السلام ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلمه هم أنبياء الله عز وجل أنت شنو حكمك يعني يعني يعتبر خلاص نافذ ما في مجال أن يتراجع عنه بس شنو يعني دكتور راشد هذا يحتاج أنا دائما أقول أي قوانين تحتاج إلى توافق يعني ما يسير يي نائب يقول أنا والله باستقلالية الغضاء ومخاصمة الغضاء ورحل لا لازم يكون الأخوان في المجلس على الغضاء وزارة العدل النواب في اللجنة في اللجنة التشريعية ترى أقوى القاضي ترى أقوى القاضي أن يكون مستقل ما في أحد 100% حتى قضاء يكون استقلالية إن كان إداريا وماليا هم طلبوا هذا بس لازم الغانون يعني مشكلة الغوانين يعني الناس كلها الناس محتاجة إلى غوانين وتنظيم أي عمل إن كان صح لكن أحيانا يكون في يعني فقدان جزئيات كبيرة من حقوق يعني أي شخص أو أي مجال في هذا الغانون أو في ظلم في الغانون يعني قانون قوانين الحريات نحن معا في أنه وجود غوانين لكن تنظم لكن لا تقيد الحريات تتعني ما يصارب هذا قالوا الحريات تتعني ما يصاربه كانوا يأخذون بعض بعضنا كمان هذا نقد للحكم ما هو نقد للقاضي نفسه بعض منهم كان سواء كانوا في البحث والتحري كانوا يحاولون أن يلبسون بعض الشاب ما لا ما ليس فيهم يقولك والله إن كنت تقصد كذا كذا إن تقصد سمو الأمير إن تقصد كان الرجل يقول لا وتدري حديث شرعي يقول النبي صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحذود بالشبهات نعم ندرأ الحد بالشبهة ولذلك كانوا يمشون على النواية قانون الحريات هذا العام كم واحد مزجودي الآن بالسجن صحيح صحيح يسمعنا بعضهم قد يسمعنا الآن وبعضهم مهجر وكم واحد مهجر والسبب هو أخذ هو قانون الحريات حننا نقول لا نحتاج إلى مراجعة قوانيا مراجعتها وتعديلها صحيح وضحح حتى لا يكون باطر عيالنا كلهم بالسجن وضحح الدكتور راشد دكتور راشد فيه مشروع لإقامة يعني أول الحديث دائما عندنا في كل انتخاب المفوضية العليا للانتخابات يعني شنو يعني ممكن يغير وجود هذه المفوضية غير الشعواجد أولا المفوضية العليا راح تكون فيها بعض الأعضاء القضاء يكونون موجودين فيها حتى لا يطعن بالشطب الحين هن كل شوي يطعن بالشطب فالقضية اليوم لازم أن مثلا عندنا نجي نقول مثلا الفوضية العليا ويكون مثلا القاضي القضاء الموجودين حتى يعرفون أن الخلل وين ساير حل الخلل يعني مثلا هذا يشطب ولا ما يشطب ليش أنت الآن تودين الشطب بعدين يروح للإدارية يخلص من الإدارية يروح معكمة التمييز وتخلى في متاهات صحيح صحيح ونتصير آخر الأيام يعني فالحين نشوفوا يعني باجي تقريبا عشر تأيام وللحين فيه استئناف وفيه تمييز وفيه غيره وهذا إشكال لكن لو كان هناك مفوضية مثل بعض الدول صحيح ترى أقل منه تقدم نعم وأقل منه حرية نحتاجها نحتاج المفوضية ونعتقد الفترة المقبلة فترة استغرار نحتاج أن يكون هناك استغرار حتى لمعالجة كل هذه وبعدين ما يجينا واحد مثل للأسف اللي يقولوا والله أنا نازل عشان أتمسخر والثاني يقول لي هذا تسكر الباب تعالوا تتحاكم على مثل هذا الكلام صحيح تحاسب على مثل هذا الكلام ما يجينا تجاه تستهز لا والله وبعد في قضية دكتور راشد حتى في يمكن البعض يمكن ما يتفقوا في رسوم التسجيل للانتخابات 50 دينار 50 دينار يعني ياخذ فيها جاس لا ما قصر والله رايح مطر والله الأظيم صراحة يعني أنت المفروض يعني المفروض مثل هذه هي قض حتى قضية لابد أن تعدل حتى قضية الشهادات نعم يعني حنا مشكلة يعني في شروط الانتخاب والله إيه مفروض صراحة مفروض بس بس دكتور راشد اليوم يعني نادر اللي ما عنده يعني مثلا شهادة جامعية نادر يعني تغير الوضع اليوم في التعليم أنت غير طيب مدام نادر غير النادر غير النادر الشروط الانتخاب والترشي ما يصير أنت تحط يعني يعني انتخب في الجمعية تحط دبلون بعد الثنوي وعضو مجلس أمة الذي يسن القوانين تحط له يقرأ ويكتب ما يصير عقليا ما يصير لذلك لابد أن تعدل حتى نرتقي بالعملية الانتخابية غانون الانتخاب بشكل كامل تعديل النظام اللي راح يصير لابد أن يعدل لابد أن يعدل سواء يعني أقل شيء تعدل الدوار دوار التخابية تنسبة وتناسب في الأعداد نعم تنسبة وتناسب ما يصير ثمانية ثمانين ألف وحنا مستفيدين منها طبعا دائرة ثانية دائرة ثانية انتم دلعين أصلا دائرة ثانية مساكين الخامسة والرابعة وطحن عندهم وهم يطلعون عشر وحنا نطلع عشر هذا خطأ وكان هذا يضرنا لكن هذا حق صحيح فالعشر دوار لابد أن تكون بنسبة وتناسب سيد خمسة تنزل خمسة ما فيش كان واضح لكن لابد يكون هناك نسبة وتناسب كذلك ينشل ما نأكل صوتين ما يكون صوت واحد أيضا هذا لا مانع منه حتى يخرج منهم أكفأ وتعبر الانتخابات هذه عن عن الشارع الكويتي فإذا غيرت في قانون الانتخاب غير في الدوائر وغير كذلك في الصوت بدلا أن يكون صوت صوتي نعم وهذا المتوقع أن يكون نعم يعني دكتور نحن وصلنا معك النهاية بارك نتمنى لك التوفيق آمين وانت من الشخصيات يعني الواحد الذي يعتز فيها وعسى الله يوفق في هذه الانتخابات وإن شاء الله يعني وإن شاء الله بالنهاية أن تكون المخرجات مثل ما تفضلت وعطيتنا يعني من خلال يعني مراقبتك لوضع الانتخاب عطيتنا جرعة للتفاؤل أن اليوم هناك توجه للإصلاحيين بشكل كبير لمصلحة الوطن وأن يكون الخطاب السامي يعني نبراس في مسألة الاختيار إذا في كلمة أخيرة أو في رسالة لأبناء الدائرة الثانية كلمة لك دكتور راشد أنا بكرة أفتتاح مقر إن شاء الله لتخابي مسألة باتشر باتشر وعندي كذلك الدكتور في جابر الأحمد في جابر الأحمد معي الدكتور وليته طباعي ومساعد ومساعد وكذلك الدكتور عادل الدمخي ومساعد ونوجه لتحية وعبد الرحمان وتعتبر يعني العنوانها هو متطلبات المرحلة المقبلة متطلبات المرحلة المقبلة وإن شاء الله أعزونا ندعو الجميع من أبناء الدائرة الثانية وأبناء الكويت كلهم وتشرفونا والأمر الآخر هي نحن نودنا نحضر بس تعرف يعني دكتور راشد في هالبرام يعني الله يعينك ويسددك والله يحضر الله يتزاك خير الأمر الثاني الرسالة لأبناء الدائرة الثانية حنا نقول يعني نسأل الله عزونا التوفيق وأنا أقولها لأبناء الدائرة الثانية إذا رأيتم فيها الصلاح والخير والتوفيق وأني راح أغير في مثل يعني في هذا البادل الكريم وأني راح أكون من المصلحين فلا يعني تحرموني من هذا الصوت وإذا كنتم ترون بأنكم تحفوني من هذا فهذا شأنكم ورأيكم يعني وللاذا لا أفغط على أحد وما أنا من نوعية يقطع جارة وتكفون لا تخلوني أنا بالعكس أرى أن الواحد لابد أن يكون عنده وعي قبل أن يسوت قبل أن تسوت في الاقتراع أن تفكر في عيالك تفكر في منطقتك تفكر في بلدك تفكر في مستقبل أولادك والصوت أمان والصوت لا شك أننا أمانة ونسأل الله عز وجل أن نوفق الله سبحانه وتعالى وصلنا إلى هذه الأمانة أن يعيننا عليها ونسأل الله عز وجل التوفيق للجميع وأن يخرج المصلحين وأحسنوا الاختيار ولكويت بخير ولكويت طيبة لكن تحتاج أهلها أن يساعدوننا ما هي القضية قضية قبيلة ولا قضية قضية أهل منطقة ولا قضية قضية عائلة ولا قضية طائفة القضية اليوم قضية وطن الكويت تحتاجكم الكويت بدأت تسير الكويت بدأت يدب فيها روح الأمن وروح الإصلاح لذلك لا تحرمون هذا البلد من أن يخرج المصلحين لا تقول والله ما يخالف أوزع أصواتي عشان شنو أرضي فلان وأرضي فلان وأرضي فلان لا أنت وزع أصواتك وجهها إلى من هو تعتقد بأن فيه الخير والأكفة والنتيجة راح تكون ولذلك إذا طلعت الأكفة الأقوى الأفضل ترى بإذن الله عز وجل راح يكون الخير كله لهذا البلد بإذن الله تعالى دكتور راشد حمدان العازمي انتمنا لك التوفيق في هذه الانتخابات مرشح الدائرة الثانية إذن مشاهدين الكرام وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة لابد أني أشكر ضيفنا وضيفكم الدكتور راشد حمدان العازمي مرشح الدائرة الثانية وشاكر لكم على حسن المتابعة وتقبلوا تحياتي وتحيات فريق البرنامج ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر